في المحاضر اللي فاتت كلمنا عن البروبرتي بايننج وقلنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف امتى نستخدم السترينج انتربريشن والبروبرتي بايننج طيب دلوقتي لو احنا عايزين نظهر القيمة بتاعت الالاو ميك سيربر هنيجي تحت البوتن وهناعمل بارا جروف وهناعمل سترينج انتربريشن لقيمة اللاو ميك سيربر هنعمل سيف ونفتح البروزر بتاعنا هنلاقي هي فولس في الاول وبعد 3 ثواني بتبقى بترو طيب لو جيت دلوقتي ممكن اعملها في الكود وممكن اعملها بطريقة تانية هعمل كومنت ده وهاجي هنا في هعمل بارا جروف تاني وهخلي ال inner ال inner text بتاعت ال b equal allow make server وهعمل save هروح على البروزر هلاقي نفس النتيجة بالزبط طيب دلوقتي امتى نستخدم الحالة دي اللي هي string interpolation وامتى نستخدم الحالة اللي تحت دي اللي هي property binding طيب ببساطة جديدة لو انت عندك string او عندك property عايز تظهرها او عندك حاجة عايز تظهرها على html هنا زي دي كده استخدم بكل بساطة string interpolation لكن لو انت عايز تغير في attribute لل html زي البوتن هنا غيرنا في property اللي اسمها disabled نستخدم هنا property binding بدل string interpolation طيب وانت مع الوقت ومع الشغل وفي خلال الكورس ان شاء الله هيجي لك sense او feeling بتاع انك انت امتى تستخدم string interpolation او انت تستخدم property binding ملحوظة اخيرا حاببنا نتكلم عليها ما تخلطش باب بين string interpolation وال property binding في syntax يعني ما تجيش هنا وتروح عامل curly braces ل property binding هنا وتقول ان هو ده هيجيب value بتاعة العلاو mix server لا طبعا ده مش هيشتغل ومش هيحصل معاك في property binding بتكتب بابين double quotation code type script بتاعك هنا يعني تكتب لاما property اللي انت مخزانة في type script او تكتب code يرجع لك string او true او false لكن في string interpolation بابين curly braces بتبتدي ان انت تكتب property بتاعتك كده احنا شرحنا string interpolation وال property binding دلوقتي عايزين نخش على event binding